هناك بحكم أنهم فيها أقسام خاصة لصلاة النساء لذلك في فوضحه للمسجد ما يعرف ولا ملاحظين ولا مفتشين بلقوا أن هناك شيء أمر آخر تفضلوا الصورة الأولى هذه صورة المسجد الأخ البسيط الطيب القلب الإمام أو أعتقد مسوي شير زارع شوفوا كيف مستخدم هل أمام المسجد بالذات هالتشينكو والألواح لزرع زارعه تفضل تفضل هذا أمام مسجد في شارع رئيسي جدا كل واحد يمر يشاهد كيف مهتمين الأخوان في وزارة الألقاف بالمظهر الخارجي للمسجد قيرة رحنا بدأنا نطل على الشير اللي مسويه الأخ اش طلع لنا تفضل قيرة بربير ورويد وطماط الأخ مسوي مزرعه ومكود هالألواح كلها علشان القرقير يحب قرقير الأخ مكود القرقير هناك والألواح مكودة تفضل أمام مسجد رئيسي ويقول الأخ أنه عندهم هذا طماط هذا طماط ما شاء الله حاميه زين هذا القرقير هذا القرقير بعد يا أخوي وين المظهر وين كذا هذا هو ترى المسجد في الروضة والمسجد يخص محمد باسمه مسجد محمد عبد المحسن الدعي الرجل هذا اللي عمل السياج وعمل الأشياء اللي يحمي زرع الخاص طيب بالحلال ما يستطيع أن يميز بين الشكل الجمالي للمسجد مثلا والساحة ولا أقو أحد من المصلين أو من الجماعة نبهك قال لي أخوي لا يجوز تستخدم هذا الأسالي بالحلال أرجو أنه فقط لحد يعمل له شيء أنه يقول لهذا ما يجوز وأنك يا أخ مسؤول المساجد تزيل هذه الأشياء وتدور على المساجد الأخرى لأن فيه شيء أخرى كذلك تشجير فكرة لطيفة وممتازة والنخيل بالذات لما تكون في ساحات المساجد من أروع ما يمكن أرجو أن تتعاونوا مع إدارة الزراعة للعمل هذا الشيء الشيء الآخر إذا سمحت كذلك تكون التفتيش مو فقط على المساجد على البيوت الخاصة للأئمة والفراشين والعاملين في المساجد اللي حول المساجد تحتاج إلى تفتيش وإلى ضغط عليهم من ناحية النظافة ومن ناحية قضايا كثيرة أنتوا أعلم فيها مني مع الشكر هذا مو ما الذبان هذا مو ما الصراصير وله ما الحشرات هذا ما الضلدق ما اللباط عرفت لا تضحك صحيح الكويت بلد حار بلد جماعة يضعكون البلد الحار المفروض أن يكون دلدقك أباطك نظيف تركب أصنصير ساك خشمك تركب باص ما تقدر تحرك زحمة العالم يبقى ما الحجي هذا رجاء هذا ترى ما يستعملون الديودرين هذا الريحة الجزكية هنا على وصاخة مو تطلع سيارة أيدك من السيارة وإذا ضرب فيها الهواء ونشف تحسب نشف لا هذا شيء ترى يميد الوسخ يبيه لبس دقيقة ويطلع الريحة سك مرة ثانية رجاء استحمة أولا نظف نفسك الاستحمام ضروري جدا وإذا في الصيف المفترض يوميا إذا موف يوميا يكون على الأقل مرتين أو يوم بعد يوم لكن هذا ترى ضريف أنا أحيان ما قد يسوي دعاية له أحيان بتقولون لنا هذا لا يكون وكيل لا يبقى والله أني ماني وكيل ولا يحزنون لكن تأكدوا أنه هذه الأشياء يمكن ناس ما تعرف استخدامها وسبحان الله بعض الناس مثل اللي زهيوية ما يشمون لكني بعيد